دلاع الاحتجاجات الأخيرة في المدن الإيرانية فإن أعداد المعتقلين فيها وصلت بحسب الإحصائيات إلى الآلاف أكثر من ثمانين في المئة منهم من الشباب إضافة إلى العشرات من القتلى يقول شهود عيان بأن أعدادهم في تزايد بسبب القمع الممارس ثدهم من قبل رجال النظام داخل المعتقلات التي يقضع فيها السجناء إلى أبشع أنواع التنكيل والتعذيب والاعتداء عليهم سواء جسديا أو حتى جنسيا في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدن الإيرانية اعتقل النظام الألاف من المشاركين فيها بحجج مختلفة وتم اغطيادهم إلى معتقلات متعددة حيث يقضعون فيها إلى أشد أشكال التعذيب والتنكيل والذي أدى إلى مقتل العديد منهم تحت التعذيب وللعلم بأن أهالي المعتقلين لا يعلمون أماكن اعتقال أبنائهم لذا فهم يجتمعون أمام السجون ويحملون لافتات يطالبون نظام بالكشف عن مصير أبنائهم في إيران وحدها عشرات السجون والمعتقلات بل المئات حسب توصيف الناجين منها أغلبها سرية لا تحمل أسماء وإنما أرقاما فقط فيما معروف منها يكاد الصغير قبل الكبير يعرفها في إيران مثل سجن أفين وقز الحصار وكهريزك وسيؤول المعروف بأبو غريب إيران لكن المثير ما أدرجتها الإدارة الأمريكية ضمن قائمة عقوباتها الجديدة ضد أربعة عشر كيانا وعنصرا إيرانيا بينهم مدير سجن رجاء شهر أو ما يعرف بسجن الموت في إيران عدد كبير من السجون والمعتقلات الخاصة بالنشطين والمعارضين وهي موزعة في جميع المدن ويتم إرسال المعتقلين إليها من مدن أخرى وهذه سياسة النظام في تمويه وإخفاء السجناء عن أهلهم ويتم إعدام المعارضين البلوش مثلا في سجون كردستان كذلك الأكراد أو العرب في سجون المدن الأخرى وبذلك يكون صعبا تعداد أعداد المعدومين من قومية معينة أو معرفة أماكنهم في ظل حكم الملال عاش الإيرانيون عقودهم الماضية في ذعر وخوف مستمرين من الاعتقال والتعذيب والإعدامات فالسجون الكثيرة في إيران تعج بنزلاء أغلبهم لا يعرف لماذا يقبع في زنازين مظلمة ومحشة إلا لحكمة يريدها الحاكم وهي كسر شوكة الشباب الإيراني من الحراك ضده غير أن أولئك الشباب كسروا اليوم شوكة هذا الحاكم خلال تظاهراتهم المستمرة الداعية إلى أن يتحول السجان إلى سجين شكرا